سيد رئيس البحث التحقيقي تفتح من طرف السلوطة القضائي يعطيهم السحافي هذا الموضوع ضد شكور وصعى مع المسيحات وأن المجموع نحلو حتى ضد مجهور التحقيق ضد كل ما أنا عسانيكش عنه البحث كل ما كان في المجالي ما توفرت الموضوع لكن جديد من أول تدخل مع جوارات أهم اليوم أن البحث شمل اليوم أكثر من شخصين هم بحال تيقاف وهو حارس المستودع والمشؤول على المستودع الشعب دي فارك هذا من أثنين محتفى وديرهم بإذن من قد تحقيق لأنه هذه ليست كلاب سيد هذه الكلاب وتم جلبها لحراف المستودع البلدي بمدينة السويسي كما شمل كيف كيف البحث الكاتب العام لبلدية السويسي ولا بش يقع حالته بحال التقديم مع الثنين هذا ما لكن تذكرتهم أنهم موقوفين من أجل كما كنت نذكر طعمة القتل العامل مع صادقية القصب هذا الموتيف الليلاني لتحل فيها التحقيق لأنه تم إعلان النيابة العمومية بالمهدية بيكون شخص تعرض إلى هجوم من كناب سحرة المستودع مما أدى إلى قتله هذا كان إعلان النيابة العمومية في تحقيق وقال التحقيق أثنى تنابة عدلية إلى الشرطة العدلية بالمهدية لتحديد المسؤوليات في خصوص من تسبب بتقفيره أو أغساله أو أهماله هذا اللي يفترض معناها بشي يصير لأنه مبدائيا بماشي حتى عادة وبين الشخص هذا تبرر قتل لأنه في وقتها ممكن ينتبق العنوان دوليني لو القتل العامل مع صادقية القنصة صورة الحادثة كان نذكر بها سادة المسامعين دكتور فريد بن شحار ناطق رسمي باسم حاكم المهدية والمناسير شنية هي بالضبط هو شخص كان راجع من الجامع بعد صلاة الفجر اتجاهه إلى المنزل متاعه ويتفاجأ بكونه كان على مثل الرجل الهارية زوز كلاه من النوع الحفير النوع الكيتبول يهاجموه ويقوموا بيعرضوا ونهشوا وجديد ديام معناه ناشو لأنه من اللوع الحفير جدا ورغم نقله إلى المستشفى فإنه فارق الحياة في المستشفى بتعصيل هذا كالشان يابعوني من الدول فتح البحث التحقيقي لأنه في خصوص ملابسات الوفاة وقال التحقيق كان عين الجثة لأنه عامل نصفى رضيها نحكيه في المطلق ويقول ضد شكور لأنه يناجم يكون الكلب حشاكم وحشانهم يسمع هو وسيل في القتل الأشخاص يتدرب ثلاث وتنجم تعمرهم بشي هاجموا ونجم ويقتلوا لأنه ينحكيه عن قتل عامل وهنا ينحكيه في إطار المسؤولية عن فعل الحيوان وينجم يكون الكلب أحدى وسائل القتل لكن الصورة لعنا اليوم بتقدم الأبحاث الأولية هي لا نحكيه وش عن قتل عامل مردائيا حسب بداية البحث بحقيق هو لا بشعة التكيب السياحة لكن يبدو أنه البارك قام باستخدام معناها الكلب هيد ولمن البحث بشي معناها بشي سبق في نقطة لأن كل واحد يرمي الكرة وصاحبه من قام باستخدام هيدا الكلب وليحراس الكلب يبدو أنه يسايفوهم في البرك وفي الصباح يبدو أنه الباب كان مستوى فشكونا لفتحه مما سهل خروج هيدا الكلب وقامت بعملية الهجوم على الهيد لك هذي مجموعة ذكروا بها عن أنه تم عمد من عدمه من إذا كان مفهماش عمد من معناها وافق على وجود هذا الكلب الخطير وثلاثة من سهل خروجها أو تغافر وقفر في الخراس بما تسبب في هذا الهجوم على هذا الشخص بما أدى إلى وقته دكتور فريد بنشحانس خال فرصة وجودك بعد إذا حضرتك سيد الرئيس أنه فما حالات أخرى نحب نسل عليها والحالة المهمة ليسل عليها المواطنة التونسي أنه في صورة لا يقدر هجوم من الكلابة السائبة شكون المسؤول عليها شكون يتحمل هذه المسؤولات إذا كان نحكيه أو كنا نحكيه نورايل لولا هي المجال الجزائية ضبط شكون المسؤول الجزائي في خصوص مثلا أن يكون صاح بالكلب وجاءت فرصة 16 وتعاقب على كل من يترك حيوانا خطيرا أو ضارا غير مقيد نقول الله سائبا أو معناها لا يمنعه من الهجوم على البر أو يحرضه على الهجوم على المريض كما تهيج تكلم على المرأة كذلك الوضعيات يتعرض للمجال الجزائي كنت جاءت أولا حكيه على كلاب ما عندها صح لأنه باش تكون معناها بك يذكرته معناها يشنو يعمل الانتان كي يبدأ معناها يراه بتاعه عديد الكلاب الزائدة وينجمو يجمو أي شخص لأنه ينجمو يتقدم إلى البلدية في المكان لأن تقوم معناها بالإجراءات الإيجارية للمحاول معناها تجميع هذا الكلاب في المجتوضع وغيره تشوف الجدلة الصعب على قنص الكلاب يكون فيه معناها اعتداد يعني حظهم معناها لعندهم حقوق الحيوانات لهم معناها الاعتداد اليوم وضي خلف موجة من الغضب لكن نجمو بلدية تقوم بتجميحهم في مكان للمحاول معناها إبعادهم على المرة لكن إذا كان كلب سعب وفشارع وهجم على شخص ومعندوش معناها حائرة ولا غير ومثل حتى مسؤولية لأي شخص يعني كلاب مهم دا وثائبة بالطريق بتاش نجمو لحمل المسؤولية المدنية ومسؤولية جزائية عن حفظ الحيوان تكونوا تبعين إلى شخص معين ومعناها أهملها بما أدى إلى هجوم على العمل فيما على ذلك جوغا 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 أهمل